أصدر حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني رقم 56 على 2023 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة فلسطين بشان إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المشارئ إليها وفقا للصيغة المرفقة المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثامن عشر من صفر سنة 1445 هجرية الموافق الرابع من سبتمبر سنة 2023 ميلادية مرسوم سلطاني رقم 57 على 2023 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المشارئ إليها وفقا للصيغة المرفقة المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثامن عشر من صفر سنة 1445 هجرية الموافق الرابع من سبتمبر سنة 2023 ميلادية مرسوم سلطاني رقم 58 على 2023 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية بشان إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية بشان إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية وفقا للصيغة المرفقة المادة الثانية على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثامن عشر من صفر سنة الف واربعمائة وخمس واربعين هجرية الموافق الرابع من سبتمبر سنة الفين وثلاث وعشرين ميلادية مرسوم سلطاني رقم تسعة وخمسين على الفين وثلاثة وعشرين بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في أستراليا نحن هيثم من طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى تنشأ سفارة لسلطنة عمان في أستراليا المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثامن عشر من صفر سنة الف واربعمائة وخمس واربعين هجرية الموافق الرابع من سبتمبر سنة الفين وثلاث وعشرين ميلادية ترجمة نانسي قنقر